ليست الخفافيش من الحيوانات المستحبة لكنها تعرف كيف تتجنب شر آثار الشيخوخة وتحتضن فيروسات من قبيل إيبولا أو كورونا من دون أن تصاب بالمرض كل سنة تأخذ الباحثة المتخصصة في علم الوراثة إيما تيلينغ وفريقها عينات من دماء خفافيش في كنائس أو مدارس في غرب فرنسا وخزعات من أجنحتها على أمل أن تفيد بأبحاثها البشر عن أسرار العمر المديد لهذه الثدييات الطائرة ويعد طول عمر الخفاشيات لافتا بالنسبة إلى ثدييات صغيرة بهذا الحجم ففي الطبيعة وبحسب الباحثة غالبا ما يمكن التنبؤ بالأجل المتوقع لحيوان ما بالاستناد إلى حجمه فالأنواع الصغيرة تنمو بسرعة وتنفق باكرا مثل الفئران في حين أن تلك الكبيرة تنمو ببطء وتعيش لمدة أطول مثل الحيتان المقوسة الرؤوس لغير أن الوطويت فريدا من نوعها فهي من الثدييات الأصغر حجما لكن في وسعها العيش لفترات مذهلة والخفاش الفأري الكبير الذي لا يتخط حجمه ثمانية سنتيمترات قد يعيشوا عشر سنوات أو حتى عشرين سنة وفي العام 2005 أمسك باحثون في سيبيريا بخفاش فأري من نوع برانت كان قد تم واسمه قبل 41 سنة أي أنه عاش لمدة أطول بعشر مرات مما هو متوقع لحجمه